الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطارية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه فيقول ها أم قرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوخها دالية في جنة عالية قطوخها دالية كنوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدل ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية فلك عني سلطانية خدوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقاسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لفطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقئين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم